اهلا بكم من جديد مشاهدين الى الفقرة التحليلية ويسحبنا فيها اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد عبدالعزيز اهلا بك محمد مرحبا بكم بكل مشاهدات 24 حياك الله اذا مشاهدين نبدأ معكم بهذه الجولة من السودان ومنها نقرأ تفاصيل تقرير امريكي يكشف عن 6.75 مليار دولار عائدات نفط متوقعة في البلاد كشف تقرير الحديث بموقع اويل برايس الامريكي الرائد في تحليلات الاقتصادية والسياسية عن احتياطات ضخمة للنفط في حقل الروات في ولاية النيل الابيض ستحقق 6.75 مليار دولار سنويا واشار التقرير الى ان خطأ الشركة الصينية التي كانت تستثمر في الحقل انفقت 144 مليون دولار واغرقت 9 ابار لقلة الخام المنتج لانها كانت تبحث عن نوع الخطأ من النفط وتوقع تقريره ان تجني الشركة الكندية التي دخلت كشريك مع شركة سودابيت السودانية التي تدير الحقل الان عائدات نفطية استثنائية تصل الى 300 الف برميل يوميا يعني محمد نجاح الشركة الكندية في اكتشاف هذه الاحتياطات الضخمة في حقل الروات هل من تأثيرات متوقعة في المدى القريب وهل هذا يعكس ان ربما دراسات الشركة الصينية لم تبنى على حقائق ومعلومات حقيقية لذلك فشلت انجاز التعبير في تحقيق الاهداف المرجوة من بحوثها وتنقيبها عن البترول في هذه الابار طيب اذا صحت التغارير التي اوردتها اويل برايس عن ان احتياطيات نخطية ضخمة تصل لما يقدر ب6.5 أو 6.5 مليون مليار دولار سنويا ده رغم مهول ومن شأنه احداث تغيير كبير جدا في الاقتصاد السوداني ومنعكس بشكل إيجابي حتى على حياة المواطنين لكن دعنا نتوقف غليلا عند بعض النغات النقطة الاولى حول فشل الشركة الصينية التي بدأت استكشاف في هذا الحق بعد انفاغها ل144 مليون دولار ومعروف جدا ان الشركات الصينية هي شركات لديها خبرة في الانتاج النفطي خاصة في السودان وبدأت منذ بداية التزعينات منذ العام 1999 والانتاج الذي حققته في ذلك الفترة كان بشركات صينية لا يعقل ان تنفق شركة صينية عندها خبرات وكده اكتر من 144 مليون دولار وتجد تخلي الموضوع وتمشي تخليه سعيد بالتأكيد عندها تقديرات وعندها حسابات فنية أنا ما شخص فني لكن بحلل ويفغل المحطيات الحالية الحقل او المنطقة بالتحديد اللي هي الشركة البدت الاكتشافات دي او بدت تتجه لانها حتنتج اسمها شركة ستانبر طيب ستانبر دي بديره شخص او الرئيس بتاعه مش المدير اللي هو حساب التغرير الرئيس بتاعه واسمه ما جاء في الخبر اسمه لطيف الله لطيف الرحمن لطيف الرحمن خان هو شخص كندي من اصول باكستانية الشركة بتتخذ من فانكوفر في كندا مغرلية الشخص دي عنده علاقة غوية بالسودان وبالمجال النفطي والشركة زاتها حققت يعني معظمة لو رجعنا للموقع الالكتروني بتاعه وشوفنا السيفي بتاعه من لقانه هي محتمدة على خبرة في السودان طيب الشركة دي او الزلده زاته في البداية دي ما هو المراج السودان ولا هو الاستكشافات له بدأ قبل كده استكشافات نفطية في السودان عبر شركة باسم تاني اسمه استيت اويل بتروليوم وبدأ تحققت نجاحات كبيرة في منطقة حوض المجلد لكن بعد اللي هو كانوا اشتغلوا على الحقول البدتها شركة شيفرون الامريكية قبل ما تطلع والعقوبات الامريكية والحصار الامريكي وغيره اضطراه انه اخرج من السوق السوداني فهو يبدو انه عاوز يرجع تاني للسوق السوداني من خلال واستلد على تجارب سابقة تجارب سابقة عنده تجارب سابقة والشركة بشكل اساسي خبراته ومجالاته والمكاسب الحقيقة والنجاحات كانت في السودان طيب فيه نقاط مهمة انا عاوز اشير لها انه الموقع المشر التغرير اويل برايس موقع امريكي يعني ما موقع عربي غير قابل للتشكيك لا مش غير قابل للتشكيك ما هو حاجة قابلة للتشكيك في مجال العمل الإعلام قابلة للتشكيك هو موقع امريكي وده بيستهدف الاسواق الممكن البيزنس في مجال امريكا وامريكا الشمالية وحتى اوروبا اللي هو باللغة الانجليزية الموضوع التاني انه الغيمة بتحت الاسهم بتحت الشركة زاتة وفغة لزات التغرير بتقدر ب13 مليون دولار او 13.5 مليون دولار طيب دي نقطة تانية مهمة في سيناريوهين للموضوع ده خاصة انه في السودان لدينا تجارب للأسف يعني مع الارغام الكبيرة لا تدعو للشخص للتفاول لا بد من التحقق والتسبت سيناريو الاول لنكون معلومات صحيحة وان السودان موعد بسورة نفطية كبيرة غدا تعيد للسودان الانتاج عن نفط الغديم الذي يعني السودان في عزم يدو وده من شأنه تحول كبير في الاقتصاد السوداني لكن عادة في الصحفيين والصحف بيرجوا لأسوأ السيناريوهات بيفترضوا الأسوأ لما نحصل الأفضل بيكون كويس السيناريو الثاني انه الشخص ده بزعة لتحقيق غيمة سوغية أعلى لشاركته من خلال نشر التقارير بتتحدث عن واحدة من أكبر الاكتشافات النفطية في العالم واحتياطات نفطية ضخمة الشركة اكتشفتها في السودان وده من شأنه توفير ضمانات وممكن غروض للشركة من مصارف عالمية استنادا على الاحتياطيات الكبيرة التي تحققت إذا خذنا هذا رأي في الاعتبار ممكن أن نضح هذا أيضا في الاعتبار ونضح في بالنا أنه للسودان تجارب سيئة في العديد من المشروعات والاستثمارات التي الناس تحدث عن أنها ستغير الاقتصاد السوداني كما حدث مع شركة سيبرين الروسية لذلك يجب أن نضح كل هذه الأمور في الاحتبارات ونضع نقطة مهمة جدا أنه لا يعقل أن الشركة الصينية أو الشركات الصينية كان اشتراك بين الموضوع كان يدور بشركة البيتدودار 41% صيني وال42% باكستاني لا يعقل أن الناس دير صرفوا 144 مليون دولار ومشوا خلوها كده سيئة ده نقطة برضو بتستحق أنه نفس تتوقف فيها الموضوع بشكل أساسي موضوع فني بيخضع لتحضيرات فنية لا بد للخبراء في هذا الشان أن ينتحققوا من أنه هذه الاحتياطيات الكبيرة الموجودة السودان بالتأكيد فيه احتياطيات كبيرة وقد تكون غير مستكشفة حتى الآن وموعود ممكن تكون في محتاج لتكنولوجيا عالية ومحتاج للاستثمارات أكبر في مجال الاستكشافات النفطية وغيره وده ممكن يغير الكبير لكن حقائق الواقعة بتقول حاليا أنه الانتاج النفطي في السودان عموما هو بـ 88 ألف برميل حد 110 يعني في المتوسط ده لو الأرغام دي تحققت دي غفزة كبيرة جدا في الانتاج النفطي السوداني وممكن تعمل تغيير على مستوى الاقتصاد لكن يجب أن لا نخفل المزألة بتاعت أنه من الممكن أنه هذه الشركة والمعلومات الأشرطة لأنه الشركة دي كانت يسمى استيت أويل بتروليوم بدت الشغل وحاليا رجعت باسم جديد الشخص نفس الشخص يمكن للأشخاص ببساطة أن الناس تخش المعلومات دي متاحة اللي هي في الموقع الإلكتروني بتاع الشركة باسمها الغديم وباسمها الجديد ونفس المعلومات ونفس الأشخاص بتلقى أن نفس الشخص اللي هو لطيف الرحمن خان ده هو الرئيس بتعمل السريدارة في الشركتين وده الشخص بتربط علاقات غوية بالسودان وبالبيزنس في مجال صناعة النفط في السودان لكن يجب أن لا نخفل كل النغاة السابقة يجب أن نتعلم من التجارب السابقة أن لا نرفع صغف الطموحات وصغف الآمال بعيدا ولكن محمد يعني بعد كل التجارب السابقة ونحن كنا نتحدث قبل أيام عن اختفاء كما ورد في الوسائت تتحدث عن اختفاء جبل في ولاية كسلة والمسؤولون هناك أكدوا أن هنا إنها عبارة عن عملية تنقيف حقلين ربما وهناك خلافات بين الشركة الصينية المنفذة وما إلى ذلك بعد كل هذه التجارب مع الشركات الأجنبية العاملة في مجالات متعددة في السودان هل يمكن أن نتكرر ذات الخطأ وفي هذا التوقيت الذي يعاني فيه الاقتصاد السوداني وتسعى فيه الحكومة جاهدة لإحداث الكثير من المعالجات هل يمكن أن نتقع الجهات المسؤولة في ذات الأخطاء في هذا التوقيت أم ربما يبدو الأمر إلى أكثر مصداقية وأن هذه الشركة تنتلق كل المعلومات المتاحة وأن الحكومة على علم ودراي بكل قفاصيل هذه الشركة طيب أنا أحب أن يجاب على سؤالك من الجانب الثاني واحد أن الموضوع ده هو بشكل أساسي في النهاية موضوع فني مش سياسي أو موضوع دعاية موضوع فني وعنده احتبارات فنية لابد للجهات المختصة من إخضاع التقديرات بجرام زيد من الاكتشافات وضع في الاحتبار أن الصينيين ديل بخبرتهم في مجال العمل النفطي صار فيه مبلغ 144 مليون دولار عشان جدعا في الأرض وبعد ذلك مشو خلوها للشركة دي دي كل حاجات نضعها في الاحتبار ونضع في الاحتبار التجارب السابقة التي أنت قلتها للأسف ربنا ولانا في السودان بيناس من آل البربون اللي هم لا ينسون ولا يتعلمون شيء من التجارب السابقة ومن الممكن جدا أن تتكرر ذات السيناريوهات الحصلت في سيبرين والحصلت في الشركة المشت تنقب الشركة الصينية البدت تنقب عن الزهب وفجأة اختفت وتركت المعدات وغيرها رغم أن حكومة كسلة ظهرت العديد من المؤشرات تشيريا لأن حكومة كسلة والسلطات في كسلة لديها أسهم ولديها علاقة غوية بهذه الشركة شراكة حظهما أكد المسؤولون أنها شراكة بين الشركة الصينية وحكومة كسلة لذلك لا بد من إجراء تحقيق ولو تم إجراء تحقيقات رادعة وحاسمة لكل أشكال الاختلال أو أشكال الفساد أنت تتوقع ذلك في هذه الأيام لو حدثت ذلك في إجازة هذه الأجواء هناك بعض المؤشرات تقول لأنه يمكن أن يحدث ذلك إذا حدثت مثل هذه الأشياء أعتقد أنه ستحد من تكرار مثل هذه الظواهر من ظهور مجموعة من المخادعين أو غيرها من الأمور فيما يتعلق بمدعاته شركة ستيبل ستامبر عن وجود احتياطات كبيرة هذا يخضع لتقديرات فنية لا بد من مراجعته لجب أن لا نسلم بهذا الأمر خاصة أنه الموضوع كله في النهاية لو رجعنا للأصل بتاع القصة اللي هو الستوري اللي عملت في المغع بتاع المغع الأمريكي أوي البرايز هي مصدرة واحد يعني لا في مصدر من الحكومة السودانية يتكلم في الموضوع لا في مصدر من الخبراء الجيولوجيين خارج الشركة تكلموا في الموضوع الموضوع برمته كله كده عبارة عن عن معلومات صادرة من الشركة يعني كمادة صحفية فيها كثير من النغاية يعني لا يمكن أن تشتغل حاجة زي دي وما ترجع للشركة الصينية تزالة تقول أنتم عندكم خبرة ليه فخلتوا الحاجات دي كلها كمادة صحفية فيها كثير من الصغرات تعتقد بحكم خبرتك كصحفي لكن من ناحية فنية الأمر أتركه للأشخاص المختصين لمراجعة مثل هذه التقديرات التي تعتقد أنها مبالغ فيها علينا نحب قليلا إذن وكل الموصولين من صغف التفاول ونتوجه للتحقق وتثبت أكثر في أمر هذه الشركة بالتأكيد